جدي شو تي أمه هاي رسالة لقلك هلوات الرسالة؟ سمع شو بدي أقول لك إذا بتقاطعني من هون ورايح حياتك بنهيها بهاد أمرك سامحني جدي استني مني اللحظة المناسبة وقتا رح عاقبك على كل هالشي اللي عم تعملي شو القصة؟ كومال جاي يا أختي ليش تفوت حالك بالقصة؟ عاجبتك هالعيلة؟ كنت توقف ضدي وتزعلني من شان هدول واحد مثلكوا بهالعمر بيعملوا في هالشي؟ اليوم الكل كانوا عم يتفرجوا على الساكت ولو أحد دافع عنك حاجريكا سكتي بقى عم تسكتني؟ ليش ما أحكي؟ فهمني بوشان بادي أما أمك مو مظبوط هي اللي جابتك على هالدنيا مو هيك كيف قبلت ابنه يكون عم ينهان بحضوره بهالشكل وكمان كان بنفس الوقت حفيدة مكتفة ومهدد بحياته وما قالت شيء وابني عم يعمل بطل شفتوا كيف؟ ساير عم يسمع كلمة مرته بكلمتين منه خلته يخاطر بحياته هلأ صار همه لعيلي فجأة صارت جودي بتهمه من ورعه مايلا كانوا أبوكوا قللوا من قيمته أنا ما قلي دخل الحق على أبي بهالقصة ليش لا ترد عليه؟ لازم تعمل شو ما قلك يعني؟ لو كان قوي مثل ما مفكرينه تخفي رجاله بعمره ولا شيء قدري خليه نحني لحده بحياته ما سمع كلمة غلط اليوم نهان كتير وهالشي من وراك انت خلاص بك في بقاريكا لا كان انت شايف اني غلطت وكان لازم وقف جنبك تعال عود عود جنب يلا اشرح لك انت نسيان شو عمل؟ جدك هانا لكنتنا وخلص عليها وما حدا حكا ولا كلمة ويمكن يعمل نفس الشي مع بنتنا اصلا هو كان ناوي يقتله وهلا صار بده يقتل ابنة واحد مثل هاد انت برأيك رح يتردد لحظة بانه يخلص علي اني انقذ حياة ولادي من الموت اهم عندي من اني وقف مع الحق لا كان بدي ياك تعرف انه انت قوتي واني بموت من دونك عود وسمعني شوي ابني لا كان واقف لا كان لحظة خايف يفقد اعصابه ويأزي حاله جدك انت ضربت ابي كف قدام عيوني وخليته ينهان قدام الكل وانا ما قدرت اعملك شي انا كيف معتبر حالي رجال شو هالرجولة اللي ما قدرت دافع انابي فيها انا بجد 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 ا شو جابك لعندي شو بدك مني أنا لكان بوشان ثاكور بتذكر أني كنت هزة الدنيا بكلبي قسراي ما كان حدا بيسترجي يكسر لي كلمتي أو يتطلع بعيوني هلأ حاسس حالي أني ولا شي اليوم وقفت اتفرج وأبي عم ينهان قدامي لا كان لشك عم تحكي بدي أحكي أنا بالعمر اللي لازم يكون فيه دعم وسند لأهلي أنا شو ساويت اليوم انتي قولي كانوا عم يهينوا أبي قدامي عيوني وأنا كنت عاجز ووقف عم تفرج أنا بكل حياتي ما حسيت أني عاجز كل هالقد أنا فاشل فاشل بصراحة واحد ضعيف كيف أنا من عيلة ثاكور وما عم بقدر أحمي عيلتي تذكر أنه ابن جودي ما كان رح يعيش لو للشي اللي عملته أنت أنت اللي خططت لتهرب جودي وتحميها من جدك حتى لو كان بريم عايش يمكن ما يقدر يهربها أنت حميتها لجودي بكفيت لوم حالك أنا فاشل باعترف بأي شي معنك فاشل أنت عملت كل اللي فيك تعمله ما قصرت أبداً وضليت واقف بجنبي وأنا سبب كل شي أنا اللي حاربت العيلة لإشهد مع بندية وأنت ما تركتني كنت معي وقفت بوشه لجدي وحاربته من شاني ليش لا كان ثاكور نحنا ما في أي شي بيربطنا فهمني ليش عملت هالشي من شاني لأنه دموعك بيقتلوني صعب علي يشوفهم وأنا ما فيني أتحمل شوفك مع الصيب كل هالقد نروح على البيت البيت على بيتنا ترجمة نانسي قنقر